اشتركوا في القناة بعد ان افتتحه الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منتصف ليل امس الامارات تجمعنا شعار يرفعه كل فرد اليوم يمارس او يشارك في رياضة يحبها اليوم الرياضي الوطني فرصة للالتقاء ونفض الكسل والروتين وفي تويتر العربي الذي تسيطر عليه منذ الامس اخبار وتحليلات حول حدثة اسقاط تركيا للمقاتلة الروسية وتداعيات ذلك على المنطقة والعالم وهو ما عكسته عدة هاشتاغات نشطت الى جانب الهاشتاغ الرئيسي كهاشتاغ بعنوان الحرب العالمية الثالثة الذي تداول خلاله المغاردون توقعات بحدوث حرب عالمية ثالثة بالاضافة الى هاشتاغ احدث جدلا كبيرا بعنوان بوتين يفكر بضرب السعودية وقطر وذلك بناء ان على خبر اذاعته قناة الجزيرة نقلا عن صحيفة اوكرانية نشرت مقالا لمستشار رئيس الروسي السابق يقول فيه ان ضرب منشآت سعودية وربما قطرية يمثل مطمعا استراتيجيا لبوتين حسابات اخوانية نشطت في الهاشتاغ وروجت له على انه خبر وشيك الامر الذي احدث ارباكا لدى المغاردين الذين غردوا في كل الاحوال بان يحفظ الله المنطقة من كل سوء وفي تويتر السعودية يطلق المغاردون هاشتاغ بعنوان قاسم يهاجم الملك عبدالله رد على مقالة اخيرة للكاتب السعودي الاخواني عبدالعزيز قاسم وصف فيها الاعلام في فترة حكم الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالحقبة الداكنة معتبرا انه كان يتم فيها ملاحقة كل ما هو ديني حسب تعبيره في محاولة للتزلف للملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رحل عبدالله وترك كل الود والتقدير لذكراه وترك لهم الحسارات في ان لا تمر مخططاتهم ويلحقون السعودية بليبيا وسوريا نعلم تماما لماذا ظهرت زمرة تجد عهد الراحل حقبة داكنة لانه حجم الاحزاب ونبذ الصحوة وأخرصهم وألزمهم أوكارهم وفي تويتر العربي أيضا صور للأمطار التي حصرت عددا من المدن العربية تثير الجدل مجددا كما في هاشتاغي قطر تغرق والرياض تغرق لداني نشطة بقوة في الساعة الماضية وأخيرا وفي تويتر العالمي هاشتاغ بعنوان Orange the World أو لون العالم بالبرتقالي يحظى باهتمام عالمي بعد أن أطلقته الأمم المتحدة إحياء لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر اليوم في حملة عالمية باللون البرتقالي لمدة ستة عشر يوما هاشتاغات داعية إلى وقف العنف ضد المرأة بعدة لغات عالمية تصدرت أيضا تويتر العالمي ظهر اليوم واحتوت على الكثير من الأرقام التي ترصد جرائم العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم وطرق مكافحته النساء والفتيات يشكلنا 70% من ضحايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم العنف النفسي ضد المرأة هو أيضا إساءة لها كلنا ضحايا وكلنا جنات فلنبدأ من أنفسنا ليس فقط اليوم علينا كل يوم وقف العنف ضد المرأة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر